موسيقى استكمالا لخطة وزارة الصحة تطوير الخدمات الصحية وتأهيل الكوادر الطبية في المشافي ومراكز الرعاية الأولية وقعت الوزارة اتفاقية مشروع الطب عن بعد الذي سيتم تنفيذه من خلال وكالة التنمية الألمانية بقيمة تصل إلى مليون دولار سيمكن هذا المشروع إن شاء الله الأطباء في فلسطين من التواصل فيما بينهم من مناقشة القضايا الطبية الصعبة وتقديم الحلول لها وهذا بالمناسبة مشروع يغطي مستشفياتنا الحكومية المحلية بالتعاون مع المستشفيات الإقليمية المشروع سيوفر فرصة للأطباء في المشافي الحكومية والخاصة لاستقاء الخبرة والتجربة بالتعاون مع مشافي في الخارج وبخاصة مركز القلب الألماني في برلين والحصول على استشارات حول الحالات الطبية الصعبة وهذا بالتأكيد سيوفر الجهد سيوفر الوقت وبالتأكيد سيساهم إلى حد كبير في رفع المعاناة عن المغاطن الفلسطيني أينما كان موجود وقد برزت الحاجة إلى مثل هذا المشروع بسبب المعيقات التي يعاني منها القطاع الصحي الفلسطيني بخاصة عند نقل المرضى بين المدن إلى جانب ندرة التخصصات الطبية توقيع وزارة الصحة للعديد من الاتفاقيات سيسهم بشكل ملحوظ وكبير في تطوير الخدمات الصحية لكن هناك من يسأل أليس من الأجدر لوزارة الصحة أن تعمل على تطوير الأساسيات وتجاوز التقصير الحاصل؟ غير أن وزير الصحة يرى بأن استراتيجية الوزارة في تقديم خدمات آمنة ومستدامة تقتضي التكامل في تطوير الإجراءات وتحسين الأنظمة إذا وفرنا لطبيبنا إمكانية التواصل مع أي زميل وإرسال صور الأشعة وإرسال الأفلام وإرسال الفحوصات إلى زميل له في ألمانيا أو في بريطانيا أو في الولايات المتحدة أو في إسرائيل أو في الأردن أو في مصر أعتقد هنا نسهل على الطبيب في الوصول إلى القرار الأسلام ورغم أن وزارة الصحة تعرضت لانتقادات شديدة بعد إضرابات الأطباء في الفترة السابقة وفيما يتعلق بنقص في الأدوية سواء في مشافي الضفة أو غزة إلا أن العمل متواصل لتلبية الاحتياجات وسد الثغرات أيسر البرغوثي تلفزيون القدس شكرا